بعد ذلك إذا وقع العقد على رهن غير معين معينوشي هذا فلابد من أن يدفع من قبل الراهن أن يدفع منه رهن ثقة يرتضيه المرتهن يفي بتعذر الدين إذا كان ما استطاعش أن يدفع لابد أن يكون هذا الرهن يأخذ منه رهنه شيخنا طيب إذا كنا اشترطنا في بداية مسألة الرهن أن يكون الرهن يشترط فيه ما يشترط في البيع أو في الثمن فإذا كان لم يعين مش هذا يفسد عقد الرهن من الأساس لأنه جهال يعني لا لأنه هذا ما يفسده لأنه ما زال هو المسألة ما تمتش ما تفق على ذلك ولم يقبضه بعد ولأنه إذا كانت تفق على حتى على المعين قلنا نحن اشترطنا أن يقبضه المرتهن أحيانا القبض هذا ما تمش فورا هذا ماذا يجب في هذه الحالة نعم يجب أن يبدل جهده في قبض هذا الرهن عليه أن يبدل ما استطاع ولو عن طريق القضاء أن يسلمه هذا الرهن الذي اتفق عليه نعم فهذه المسألات تتصلوا بقبضه نعم ولو عن طريق القضاء وهذه نعم دائما يحط عليها الفقهاء أن يبدل المرتهن قصار جهده في قضية أن يستلم الرهن قالوا هذا بعكس الهبة الهبة لابد لها من حوز طبيعة الحال لكن إذا يعني ما مبدلش كامل جهده صاحب الهبة نعم ليست كالرهني لا تبطل الهبة الرهن إذا استمرت فترة وهو مهمل في قضية الحصول عليها وقبضها وقبض الرهن فإن ذلك يبطله نعم